اهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الممثلة الخاصة للأمينة العام للأمم المتحدة في العراق جنين هنيس بلاس خارطة تعاون بين العراق والأمم المتحدة والتطورات الإيجابية التي يشهدها بيان لمكتب رئيس الوزراء ذكر أن عبد المهدي استقبل بلاس خارطة وناقش معها التعاون بين العراق والأمم المتحدة والتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق في المجالات الأمنية والاقتصادية وخطط الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي والتنموي وتعزيز الاستقرار والمجالات الأسانية وقضايا النازحين إلى جانب دور العراق الذي يتعزز في محيطه العربي والأقليمي فرامانيا يستنف مجلس النواب عقد جلساته لأتيادية من خلال فصله التشريعي الجديد يوم السبت المقبل حيث سيناقش عدد من مشاريع القوانين التي أدرجت على جدول الأعمال بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ذكر أن الجلسة ستشهد مناقشة عدة مشاريع بينها مناقشة مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الأتجار بها فضلا عن مناقشة مشروع انضمام العراق باتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث المغموري بالمياه إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى النائب جاسم ألبخاتي أشار إلى أن المجلس بانتظار حسم ملف اللجان النيابية التي لم تكتمل حتى الآن ألبخاتي أوضح أن التوافقات السياسية وحجم الكتل تلعب دورا كبير في حسم قضية رئاسة اللجان بدونه إشار عضو مجلس النواب محمد الغزي إلى أن البرلمان يعتزم إلغاء المادة اللاسابعة والخمسين الخاصة بالمفاتشين العموميين الغزي أوضح أن البرلمان يعمل على تفعيل قانون الادعاء العام الذي شرع خلال الدورات النيابية السابقة أبي شاني حقيبة التربية أكد النائب مروان نادر أن الجلسات القادمة تخلو من استكمال ملف الكابين الحكومية المنقوصة نادر أشار إلى أن رئيس الوزراء كلف اللجنة النيابية باختيار مرشح كفوء للمنصب المذكور بهدف التصويت عليه داخل قبة البرلمان أمنيا نعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الرباعي نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عشوراء رباعي خلال مؤتمر صحفي أكد اعتقال 78 إرهابيا من دؤاب الماضي وصف أحدهم بالخطير خلال عملية استباقية نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة عشوراء في بغداد والحقيقة أخواني أمننا حماية لجميع المواكب تم القائد القبض على 78 شخص وفق مادة أربع أرهاب واحد منهم طبعا من الأرهابيين درجة الخطورة مالتا عالية هو التحقيق جاري معا وإن شاء الله نتوصل من عنده إلى أمور كثيرة والحمد لله تمت الأمور بنجاح تعاون كان أيضا مع كل الدوائر الخدمية في بغداد والمفارز الطبية بإضافة لمفارز الطبية كانت تعاون جيد مع الوزارات ومع أمانة بغداد وحقيقة الحمد لله كانت كل الأمور تسير مثل ما مخطط لها في بغداد في الميدان نفذت القوات الأمنية والحجر الشعبي عملية مشتركة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين وذكر بيان لإعلام الحجر أن قوة من اللواء الخامس والثلاثين وقطاعات مشتركة من الجيش شرعت بعملية أمنية لتفتيش طريق السكريات قرية صباح الأستراتيجية مضيفا أن العملية أسفرت عنها العثور على مضافة لعناصر داعش وتدمير عجلة مسلحة تحمل مواد لوجستية للعصابات الإرهابية ومقتل من فيها في إطار الجهد الحكومي لفتح المناطق والطرق المغلقة أكد السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي إعادة افتتاح شارع وزارة الداخلية وسط العاصمة بغداد الأسبوع المقبل وقال البياتي أنه سيتم خلال أسبوع إعادة افتتاح شارع الوزارة وسط العاصمة مضيحا أنه سيتم تنظيمه ووضع الإشارات المرورية له في موضوع آخر قال وزير النفط أمر الغبان أن أوبك وحلفائها سيناقشون ما إذا كان هناك ضرورة لتعميق تخفيضات الانتاج خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة وذكر الغبان أن القرارات المتعلقة بسياسة الانتاج هي قرارات جماعية وأن العراق لا يريد اتخاذ القرار فيها بمفرده عربيا حذرت الرئاسة الفلسطينية من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو عوده والانتخابية بضم غور الأردن وشماري البحر الميت وعدد من المستوطنات واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلان نتنياهو بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام وتقويض للجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع بما يخالف قرارات الشرعية الدولية شهدت مدينة الحديدة الساحلية غربية اليمن قصفا متواصلا في ظل اتهامات متبادلة بين الأطراف المتحاربة بخرق وقف إطلاق النار العميد في وزارة الدفاع بحكومة صنع عزيز راشد أشار إلى أن الجيش والوجان الشعبية باتوا يتحكمون بسير المعارك في الجبهة الشمالية معارك الرئيسية في الخشل وفي الجبهة الشمالية مع العدوى السعودي كان هناك مقتل عدد من السعوديين والمرتزقة وأيضا في الجبهة الشمالية بشكل عام هناك أسرى وقتل بالعدد كبير جدا سوف تظهره الأحداث العسكرية في الأسابيع القادمة ومن هذا المنطلق يدل دلالة الواضحة على أن الجيش والجان الشعبية هم باتوا من يتحكمون في سير المعارك في الجبهة الشمالية وفي مختلف الجبهات لا غرابة فيما يحصل من الحديدة من خروقات من قبل المرتزقة فهم دائما عندما يحصل التزام من قبل الجيش والجان الشعبية في أي هدنة فنتفاجأ بخروقات مستمرة وتماطل لأي اتفاق إقليميا قال رئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستقدم أو ستقدم على تقليص مزيد من التزاماتها بالاتفاق النووي عند الضرورة روحاني أضف أن طهران تسعى لامتلاك الطاقة النووية السلمية مطالبا واشنطن بالتخلي عن سياسة الضغط القصري في التعامل مع طهران منطقنا في إيران حيازة التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وللالتزام مقابل الالتزام في الاتفاق النووي الخطوة الثالثة كانت الأهم ولا يمكن مقارنتها بالخطوتين السابقتين وسنتخذ المزيد من الخطوات عند الضرورة طرد السيد بولتون من منصبه أثبت إدراك واشنطن بأن نهج التهديد والدعوة للحرب لن يحقق أهدافها وإذا أرادت التعامل مع العالم فلن يكون ذلك سوى عبر انتهاج سياسات منطقية أخيرا وفي خطوة مفاجئة وقبيل مؤتمر صحفي كان سيشارك فيه تلقى مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون خبر إقالته وإبعاده عن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي ذرنالد ترامب اشار إلى أنه يختلف مع بولتون في العديد من القضايا وتحديدا فيما يخص طهرانا وفنزولا ختام الموجز ونذكر أنكم تستطيعون متابعتنا على مواقع فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب إلى اللقاء